الجهاز الأغلى على الإطلاق في تاريخ السمارتفون نازل بإصداره الثاني جالاكسي فول 2 دي تسريبات عن المعلومات المؤكدة اللي نعرفها لحد الوقت عن الجهاز تابعوني لآخر الفيديو لو مش بتستعمل برامج V-Pain أو لو ما تعرفش إيه هو أصلاً ال V-Pain راجع الرابط اللي في الوصف هتلاقي أفضل برنامج V-Pain عن تجربة الشخصية وهتلاقي شرح لإستعملاته وهتلاقي إصدار مجاني وإصدار مدفوق عليه خاص ما تنساش كمان تتباني على مواقع التواصل الاجتماعي التانية أول حاجة في معلومات مؤكدة 100% دي مفيش اختلاف عليها زي أنه هو أصلاً هيتم الإعلان عنه في أغسطس القادم مع الإعلان عن نوت 20 هيكون الإعلان كمان عن جالاكسي فول 2 فتاريخ الإعلان عنه أنه هو بتاريخ أغسطس ده بدون شك هيكون في أغسطس الحاجة التانية المؤكدة التعديلات في شكل الجهاز فالشاشة الصغيرة أو الشاشة الخارجية اللي مش بتتفتح هتكون بتملأ وجهة الجهاز بالكامل بالشكل ده بعكس الإصدار القديم اللي هو ده اللي كان حجم الشاشة صغير جداً بنسبة لوجهة الجهاز محدش فهم كانوا عملينها صغيرة بالشكل ده ليه كمان الشاشة الرئيسية اللي بتتفتح في الجهاز خلوها أوسع عن طريق إنه هما صغروا كاميرا السيلفي اللي كانت موجودة في الجهاز بالمقارنة بالشكل بتاع الإصدار السابق اللي كانت كبيرة جداً بالشكل ده برضو ما حدش فهم هما كانوا عاملينها كبيرة بالشكل ده ليه في العموم ده شكل الجهاز من كل الأوجه ده شكل تقريباً مؤكد بنسبة كبيرة ده هيكون الشكل النهائي للجهاز يعني أعتقد إنه فيه تطوير كبير ووضح جداً في شكل الجهاز المتوقع بالشدة كمان إنه هيجي مرفق مع قلم زكي يعني طبعاً هو من الغريب إنه فئة النوت اللي هي الأقل في السعر وفي المواصفات من الجهاز ده إنه هو يجي بقلم وإنه جهاز بحجم الشاشة دي ما يكونش مرفق مع قلم زكي فالمميز في الإصدار الجديد إنه بنسبة كبيرة هيكون مرفق مع قلم زكي حجم الشاشة للإصدار الجديد متوقع إنه يكون 7.9 إنش بكسافة بيكسل 372 بيكسل بير إنش وبيدعم تقنية الـ 120 هرتز لأول مرة شاشة بالحجم ده تكون بتقنية الـ 120 هرتز نحن تكلمنا كتير جداً عن الفرق بين الشاشة التقليدية الـ 60 هرتز ويء الـ 120 هرتز تلاحظ إنه معدل تحديث الصورة على الشاشة في الجنب اليمين هو 120 مرة في الثانية بالمقارنة بيء اللي على الشمال 60 مرة في الثانية بيدي صورة أكتر للشاشة وبتكون سموس ومرينة أكتر في الـ 120 هرتز طبعا بدون شك بما انه الجيل الخامس بقى موجود في الاس 20 الترا فكمان الجيل الخامس هيكون مدعوم في جالاكسي فولد 2 بما انك طبعا بتدفع تقريبا ضعف السعر او مثلا 60-70% اكتر في السعر فلا شك انه طبعا الجيل الخامس هيكون مدعوم في الاصدار الجديد وبالرغم من موجود كل التعديلات دي اللي انه متوقع ان سعر الجهاز يكون اقل 100 دولار عن الاصدار بتاع العام الماضي اللي هو الاصدار الاول برغم اضافة الجيل الخامس والاس بين وغيره ولكن هما بيحاولوا كمان يستهدفوا شريحة اكبر من المستهلكين وبالتالي سعر الجهاز هيكون متوقع انه هو في حدود 1800 دولار يعني ما يعادل هتطلع ما يعادل حوالي 6700 ريال سهودي او قطري او درهم اماراتي او 28000 جنيه مصري او 2.100.000 دينار عراقي يعني ده سعر متوقع طبعا وطبعا زي السنة اللي فاتت هيكون مرفق مع الطلب المسبق البي اوردر هيكون مرفق معها سماعة جالاكسي بادز بلاس الجديدة وهيجي الجهاز بعدة الوان دي الالوان الرئيسية اللي هيجي منها الجهاز يعني هي الوان طبعا لامعة بشكل كبير وهيجي كمان اصدار خاص جدا للناس اللي بتحب التمايز اللي هو اصدار توم براون اللي نزلوه قبل كده هيكون سعره ده لوحده الاصدار الخاص حوالي 3000 دولار وطبعا اقل المساحة هتيجي من جالاكسي فولد 2 هتكون 256 جيجا للمساحة وطبعا السعر بزيد كل ما المساحة بتزيد ولكن المساحة تبتدي بين 256 جيجا اتمنى يكون الفيديو عجبكم اتمنى كونوا لقيتوا فيه معلومة مفيدة متنساش لو عجبك الفيديو تعمل له لايك وشير اعجاب ومشاركة متنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناة عرفون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد واشوفكم فيديو دليل ان شاء الله